حرق الدهون وهم تبيع مراكز التنحيف ولكن هناك من يحدر من الحرق الزايد للدهون اللي يؤدي لضعف العضلات وترهل في الجلد وهذا الشيء اللي احنا ما نبغى وهذا رأي مدرب اللياقة جانتي اللي حيكون ضيفنا طبعا وهو ضيفنا الدائم في صباح العربية رحب بمدرب اللياقة البدنية جانتي شعبان اسعد صباحك جانتي وأيضا زميلا ليت المهتم بالرياضة أيضا ينضم إلينا أخذ فترة أخف شوي أخفي شوي زي أنا كنت في سافرة فكنت أستخدم زي ما نصحت نديك المرة اللي هي الرباطات هذه كانت معايا في السفر فأستفت منها مرة كثيرة هاي ثقافة الرياضة هذا هو المهم طيب جانتي السؤال اللي يطرح نفسه عشان أنا أحرق دهون الجسم في ناس يقول لك الصيام المتقطع وأكل وجبتين في اليوم هل هذا رح يحرق الدهون؟ لا مو بهذا الشكل بالعكس هاي أنا أعتبرها ترويج زائف لكثير من الشركات مثل ما عرفنا سابقا يدفعون فلوس وشغلات علشان يروجون لطريقة سلوب حياة أو طريقة دايت أو طريقة بس علشان يروجون لشغلات خليلية لأنهم مش يقولون يقولون بأنه صيام متقطع وبعدين افتح وجبة هذا اسمه سومو دايت سومو سومو المصارعين اليابانيين بيصوم من الساعة 6 الصباح للساعة 6 المساء ما فيه وبعدين يوقل وجبة أو اثنين فقط وتكون الوجبة دي مليئة بالسعرات الحرارية فيزيد وزنه ليش لأنه الجسم أثكى مما أني أتعامل معه بهذه الطريقة والله العظيم فيه ناس مشاهير تواصل معي وفيه أطباء تواصل معي للبارحة تواصل معي قالوا يزيد الوزن لأن هذا السلوب غلاط الجسم قاعد يفعل مود الحرمان فشي سوي بسبب الضغط والجهد يستنها الوجبة تيجي على شان يحفظها لأنه بيعرف بينما لو أنه يأكل وجبات صغيرة لا المود هذا يتوقف فيصير الجسم يتبرمج على أنه يحرق ويحول الأكل لطاقة لأنه يعرف فيه وجبات جاية برأيك النساء تتراكم لديهم الدهون مثل الرجال ولا فيه طريقة حرق يعني عند النساء أسرع أو أبطأ لا أبطأ بكثير من الرجال والنساء تتراكم عندها الدهون عشر أضعاف من الرجال عشر أضعاف والله إحنا متأكين والله العظيم شو السبب؟ أول شغلة السبب جيد وسيء الجيد على أنه هي الدهون ها يتحافظ على نظارة البنت صح وجمالها والبشرة والشعر لأنه الدهون مفيدة مش دائما الدهون هي مضرة نفس الوقت هي مفيدة للجسم بذات للبنات شايفة شلون؟ فالبنت عادها لا يستروجين يخلي الدهون تتخزن أسرع عن الرجل لكن على حساب مناطق سيئة ومناطق جيدة وعلى منظر جيد أو منظر سيئ هذه هي المشكلة لأنه إحنا عندنا دائما الدهون تلاقي واحدة يسمى سكيني فات تلاقيها نحيفة لكن الدهون عندها خواصر الدهون متركمة في جهة معين سكيني فات شنو المعناتها؟ معناتها ما في مصلز ما في اكتيفتي ما في نشاط للعضلات ولهذا السبب في بنات تتراكم عندهم الدهون أو السلولايت هنا بهذه المنطقة ليش لأن هذه المنطقة غير نشطة منطقة الفخد غير نشطة هذه المنطقة ليش لأن هذه المنطقة غير نشطة الأسفل الظهر غير نشطة بينما المناطق النشطة اللي فيها عضلات تلاقيين فيها الدهون أقل فشنو معناتها؟ معناتها المنطقة اللي فيها دهون نحاول نخليها اكتيفتي نشطة علشان ما تحبس الدهون طب إيش رأيك في البنات اللي يروحوا الجيم وسووا رجيب ومهتمين بأكلهم ويقول لك أنا بدي أنشف جسمي وأبغى نسبة الدهون تكون عندي على الإنبادي ما تتعدى العشرين في المائة وأبغى هذا الجسم اللي يكون كله بس عضلات أنا لهذا السبب توقفت عن تدريب البنات لأنني مو دكتور مو دكتور تجميل تجي البنية تريد تتصغر منطقة على حساب منطقة ثانية تكبر منطقة على حساب أنها تصغر منطقة ثانية تحرق دهوني تبني عضلات بنفس الوقت هذا السحر هذا أسلوب سيء لا يمكنك تتعامل مع الجسم بهذا السبب لهذا السبب البنت ضروري أن تفهم كيف تتعامل مع جسمها عندما تذهب للجم أو المدرب تعرف بأنه ما هو الهدف مالتها لا يصير أنه تنزل الوزن وتزيد العضلات نفس الوقت في عدها هدف رفع الأثقال يساعد بحرق الدهون هناك طريقتين برفع الأثقال هناك بنات يفوتوا بالنسبة لحرق الدهون على أساس بطريقة وهذا غلط هذا يزيد السلولايت ويزيد الدهون على حساب أن البنت بها إستروجين ما فيها تستيرون أو تفوت للجم على حساب أنه هي تحرق العضلة أثناء الحركة وما تأخذ التمرين على طريقة البودي بيلدينج تأخذ التمرين على طريقة كروسفت على أنه تنشق العضلة حتى الشعور بالإحتراق وارتفاع حمض اللاكتيك وهذا يخلي العضلة تصير احتراق وتشد تصير صلبة إذن هذا اللي نحن نبغى صحيح هذا اللي المفروض يسوي البنت إيش التكنيك حقه ده؟ تكرار حتى التعب حتى الشعور بالإحتراق لما يصير البنت تحس بالإحتراق تزيد أكثر لأنه هسا بلش حرق الدهون أو تكسير النسيج الدهين وشرط أن تكون الأوزان عالية؟ لا لا ما بيصير إذا رفعنا أوزان هنا ما رح تصير تكرارات تتعدى العشر أو الاثناش لهذا السبب أني أريد أكثر من 20 أو 25 تكرار في الجرسة الوحدة؟ في التكرار الواحد بدون راحة مع الانتقال لتمرين ثاني كم وقت لازم؟ بمجموع عام التمرين مثلا الأبر بادي ما يأخذ أكثر من 20 دقيقة لأنه التمرين للبنت لازم يكون 40% رفع أثقال اللي هي التمارين و60% إلى 80% كارديو والله عناء يا ريم مو شاهل علينا يعني لهذا السبب كونترول بس أمو هو ذا الأكل هو اللي بتحكم كونترول قد تأكلين شنو الدخلين شنو جسمك يظهر أو شنو تعملهم نعم كعادتنا طلع علي على الكاميرا هون وعطينا نصيحة حلوة للسيدات في مرسط الرياضة والتقليل أو حرق الدهون نصيحة لهم لا تأكلون السكر على معدى فاضية هاي قاعدة أبدن شو ما كان أسلوبك السكر ينأكل بعد الوجبة أو بوقت يكون أنت حاسب الشبعة مش بتجوع لأنه لما تجوعين هذا الأنسولين يريد سكر بل لهذا السبب لما يفوت الأنسولين حرمت جسمك من التغذية وتحول الدهون نبدأ ببروتين لا مش بس بروتين يكون في بلانس يكون في بلانس الشغلة الثانية هذا اللي تلبسوا نعم هذا يعمل سلولايت هذا يعمل سلولايت صراحة صدمتني جدا جانتي ولكن نصيحك دائما مهبة شكرا لوجودك معنا اليوم شكرا لإيث